موسيقى موسيقى ونبتدي بالكلام عن الفيلانس بوند ثيري الفيلانس بوند ثيري تاني ثيري بتفسر الكوفيلانس بوند بتتكون ازاي بعد الاكترول والاوستركتشر الاكترول والاوستركتشر اعتمدت ان كل الاتمز بتشير او بتلوز او بتجين الالكترونز اكسبت الهدروجين والليثيام والبريلم عشان يوصلوا للايت الالكترونز او الاكترد او الاكترد كونفجراشن او نيرست نوبل جاز الفيلانس بوند ثيري بتقترح ازاي الكوفيلانس بوند بتتكون بس عندها شرط اساسي قالت ان كل اتم من الاتنين اتمز اللي هيعملوا مع بعض كوفيلانس بوند لازم يكون عندها هاف فيلد اوربتال يعني اوربتال فيه سنجل الالكترون والاثنين اوربتال دول بيعملوا اوفرلاب يبقى ده اول ترم هنتعلمه النهاردة اوفرلاب اوربتال يعني اوربتال بتدخل في بعض علشان يكونوا اوربتال بيعمل بوندنج ما بين الاثنين اتمز دول و المفهوم الثاني اللي هنتسمعه النهاردة هو كلمة هايبردزيشن ولهايبردزيشن هو تعديل بيحصل في الاوربتالز بتاعت الاطم قبل ما يحصل الوفر لابنج اللي اقتراحته الفيلينز بوند ثيوري طيب تعالوا نشوف ابليكيشن على الكلام اللي احنا قلنا دلوقتي حالا الهيدروجين ماليكي اللي هو اتش تو مكون من اتنين هيدروجين اتم كل هيدروجين اتم فيهم عندها هي ov يعني الهيدروجين الاولى عندها والهيدروجين التانية عندها كده. فالشرط بتاع النظرية دي اتحقق خلاص يعني عندنا سنجل الالكترون في آآ وهنا سنجل الالكترون في هاف فيلد اوربتل كل هادروجين فيهم هيحصل اوفرلاب لالالالكترون والاوربتل بتاعها فيبقى عندنا اوفرلاب اوربتل كده وقف في الاتنين الالكترون دول الهادروجين الاولى شايفة عن طريق الشيرينج ان الاتنين الالكترون دول بتاعها فتبقى استيبل لان الهادروجين بتبقى استيبل والهادروجين دي كمان شايفة الالكترون الاتنين دول بتاعها فتبقى شايفة نفسها استيبل وبكده تبقى اتحققت آآ آآ الكوفيلنت بوند من وجهة نظر عن طريق الاوربتل في الهادروجين الاولى وان s orbital في الهادروجين التاني عشان يدونا ال 1s overlap orbital وفيها ال 2 electron اللي جاي من كل هاتروجين اتم. يبقى هنا عندنا hydrogen atom وهنا عندنا hydrogen atom. overlap of orbital جديد يدونا orbital في 2 electron في الهادروجين مالكب. طب الكلام دا لو هيحصل على compound اكبر شوية يعني الهادروجين ده moleckle simple شوية simple يعني ايه؟ يعني هو بيحتوي يدوبك وان الكترون في الهيدروجين دي وان الكترون في الهيدروجين دي طب لو هو هيكون او الوفرلاب ده او الوفرلابين ده هيحصل ما بين اتنين اتم زي ال H وال F في كومباوند اسمه HF او هيدروجين فلورايد اللي بيحصل ان الهيدروجين عندها 1 الكترون زي ما احنا لسه رسمينا حالا والفلورين عندها 1S2 2S2 2P5 عندها 5 الكترون في ال P طيب هل الشرط اللي اقترحته ال valence bone theory اتحقق او الهيدروجين عندها single electron في ال 1S والفلورين عندها single electron في ال PZ طب ما هو ال condition اللي قالته ال valence bone theory موجود half filled orbital في كل اتم من الاتمز اللي هتعمل covalent bond فيبدأ الوفرلاب يحصل ما بين الاربتل ده والاربتل ده ال 1S من عند الهيدروجين وال 2PZ من عند الفلورين طب الشكل بعد الوفرلابينج هيكون ازاي الشكل بعد الوفرلابينج هيكون ان الهيدروجين اتم وقفة هنا كده شايفة ان الالكترون بتاعها بعد ما عمل bonding هنا كده في ال 2PZ هي شايفة ان عندها 2 electron والالكترون اللي جي من عند الهيدروجين كمل الاوترشل الموجود عند الفلورين اللي كان فيها 7 بقى فيها 8 فالفلورين كده وقفة بقت completely filled والهيدروجين كده وقفة بال 2 electron دول بقت completely filled طب تعالوا ن apply على compound more complicated شوية عن الهيدروجين اتم هيعملوا bond مع central atom نشوف كده ال NH3 مكون من 3H ADH وADH وADH التلاتة اتش دول عايزين يعملوا bonding مع 3 single electron جوه half filled orbital طب هم هيعملوا اصلا bonding مع ايه؟ مع ال N النيتروجين عندها 7 electron بيتوزعوا 1s2 2s2 2p3 فدي ال 1s2 ودي ال 2s2 ودي ال 2p3 كده دي ال N ودي الهيدروجين الاولى ودي الهيدروجين التانية ودي الهيدروجين التالتة ازاي بقى التلاتة هيدروجين دول؟ يعملوا bonding مع الناتروجين عشان يدولنا في الاخر ال NH3 الهيدروجين دي half filled orbital وصاد ال half filled orbital ده والهيدروجين دي contain single electron في half filled orbital هيعمل بوند مع ال half filled orbital ده والهيدروجين دي نفس الكلام الكنديشن اللي اقتراحته ال valence bond theory متحقق في التلاتة هيدروجين ومتحقق في الناتروجين في ال 2pxyz فالبوندنج مستعد ان يحصل ما بين التلاتة هيدروجين دول والناتروجين اعتم فتبقى ناتروجين اعتم شكلها عامل كده بعد البوندنج ال 2p فيها 6 التلاتة الاريجنال بتوعها والتلاتة الكترون اللي جايين من التلاتة هيدروجين ال 2s وال2p طبعا ال 1s وال2s موجود فيهم كل واحد اتنين الكترون والتلاتة اتش يكونوا واقفين كده كل اتش بتعمل بوند مع الناتروجين عن طريق الاوفرلابنج اللي حصل ما بين الهوفلد اوربيتل من كل اتش والهوفلد اوربيتل الموجودين التلاتة الموجودين عند ال NH3 وبالتالي يتكون ال NH3 كومباوند او مالك طيب لنفرض ان الاتم مش جهزة للكنديشن ده يظهر هنا عندنا مفهون جديد اسمه الهايبردايزيشن الهايبردايزيشن ده هو تعديل بيحصل جوه الاتم ال central atom علشان تبقى جهزة لاستقبال ال terminal atoms واشهر اجزامبل عندنا هنا ال CH4 عندنا اتنين اجزامبل غيره ال C2H4 و C2H2 بس تعالوا نشوف اصلا فكرة الهايبردايزيشن ازاي بتحصل جوه ال CH4 ال C ال central atom هنا في ال CH4 عندها ستة اليكترون 1S 2 2P يعني في اتنين اليكترون في ال 1S و اتنين اليكترون في ال 2S و اتنين اليكترون في ال 2P طيب في كم هادروجين عايزة تعمل بوند مع ال carbon atom الي في ال central دي في اربعة اهم 1 2 3 اربعة كل هادروجين فيهم عندها سنجل اليكترون فهفلد اربطل طيب في كم اربطل جاهز عند الكاربن لاستقبال ال 4 هادروجين دول في اتنين اربطل بس الي جاهزين الاربطل ال 2Px وال 2Py ال 2Pz ما عندوش اليكترون اصلا والهايدروجين رقم اربعة مفيش قدامها اربطل اصلا فيه سنجل اليكترون عشان تعمل البوند ده فهنا يبدأ الكاربن في تعديل نفسه يعني ايه الكاربن يبدأ في تعديل نفسه يعني يبدأ يجهز نفسه يبقى عندها سنجل اليكترون اربعة بعدد ال 4 هادروجين فيحصل ايه؟ يحصل ما بين الاربطل القريبة من بعض في الانرجي طب مين الاربطل القريبة من بعض في الانرجي في الاوترشيل هم ال 2S وال 2P قريبين من بعض في الانرجي في نفس الليفل فيهم اليكترونز يقدروا يشاركوا بيها مع ال 4 هادروجين فيتبدأ ال 2S نقل اليكترون ال 2Pz عشان تحل مشكلة الهادروجين التالتة دي يبقى الهادروجين الاولى تمام والهادروجين التالتة يبدأ تنقل اليكترون من عند ال 2S لل 2Pz وبكده تقدر الهادروجين التالتة تعمل بوندنج مع الكاربن استيلا عندنا مشكلة ان الهادروجين رقم 4 الهادروجين دي ما فيهاش اليكترون قدامها في الكاربن عشان تعمل كوفيلنت بوند او تعمل بالشرط اللي قالته انها هيكون عندها سينجل الالكترون وللقاته من تانية عندها سينجل الالكترون فبنبدأ ننقل لها الأوربيتال بالكامل بتاع ال 2S ده قصاد الهادروجين دي يبقى هنا الأوربيتال ال 2S في سينجل الالكترون لاننا ننقلين الالكترون من قبلها لل2PZ يقدر يعمل بوندنج مع الهادروجين رقم 4 يبقى زي ما قلنا اول ستاب احنا بننقل الالكترون من ال 2S لل2P وبعدين بننقل ال S بالكامل ال 2S بالكامل عشان يشارك في البوندنج قصاد ال 4 هادروجين اللي احنا قلنا عليهم قصاد كل أوربيتال فيه سينجل الالكترون فتتكون ال-CH4 اللي عندنا من إلكترون من ال 2S وإلكترون من ال P وإلكترون من ال P وإلكترون من ال P إذن ال-hybridization اللي حصل هنا او التعديل اللي حصلت عشان تشارك في البوندنج في ال-CH4 موليكل إلكترون من ال S و3 إلكترون من ال P فيبقى النوع ال-hybridization اللي حصل هنا SP3 طيب احنا كل أتم او كل موليكل هنعمله هنكتشف نوع ال-hybridization عن طريق القصة الطويلة او اللي عملناها دي لا القصة الطويلة اللي عملناها دي مهمتها ان احنا نعرف ازاي ال-hybridization بيتكون لكن ازاي نعرف ال-hybridization عندنا رول اسمها N بلس M بنعرف بيها ال-hybridization نوعه ايه في ال-compound اللي عندنا عن طريق ان احنا نرسم ونعد البوندت بارز اللي هما ال-N ونعد اللون بارز اللي هما ال-M يبقى احنا بنعد ال-N ونعد ال-M البوندت بار واللون بار في اي كومباوند احنا نعرف نرسمه وبالتالي هنعرف عدد طب العدد ده يريبريزنت ايه لو اربعة يريبريزنت ال-S-P-3 اللي هما ال-Four Orbitals من ال-S-P-3 لو مجمعهم تلاتة يبقى SP-2 يعني اتنين أوربتال بس اللي بيشاركوا من ال-P وهنشوفها كمان شوية ازاي بتحصل و-One Orbital بس من ال-S لو مجمعهم اتنين يبقى ده بيريبريزنت ال-S-P وده غالبا بيكون في او اتنين وبرده هنشوف اتنين اكزامبل موجودين على ال-S-P وزي ما قلنا احنا هنتكلم عن اتنين اكزامبل غير C2H4 و-C2H2 ده هلو نشوف كده C2H4 ال-Hybridization فيه بيحصل ازاي علشان تتكون الكوفيلنت بوند من وجهة نظر ال-Valence Bond Theory الكاربون زي ما احنا اتفقنا فيها اتنين الاكترون في ال-S واثنين الاكترون في ال-S ال-2S واثنين الاكترون في ال-2P وتتكرر اول خطوة حصلت في ال-CH4 بنقل الاكترون من ال-2S لل-2PZ من كل كاربون اتوم من الاتنين الموجودين في ال-C2H4 علشان يبقى عندنا كل اوربيتال من ال-P فيها single electron ال-PX وال-PY وال-PZ وبعدين هننقل الاوربيتال بالكامل برضو زي ما حصل في ال-CH4 ال-2S يكون جنب ال-2P الأوربيتال بالكامل يتنقل من هنا لهنا وبعدين يبدأ تشارك في البوند من ال-4 أوربيتال دول ال-2S وال-2PX وال-2PY وال-2PZ ال-2S وال-2PX وال-2PY ال-2PZ مش بيشارك في البوندنج في ال-C2H4 ليه مش بيشارك في البوندنج؟ لأنه بيكون على البلين اللي بتحصل في البوندنج وبتتكون بوند ما بين الكاربن والكاربن دبل بوند وسنجل بوند ما بين الكاربن والاتنين هيدروجين اللي مع كله كاربن وبتكون البوند أنجل في الكمباوند ده هي 120 120 فاللي شارك في البوندنج هنا ال-2S و-2PX و-2PY 2PZ مش بيشارك في البوندنج يبقى احنا عندنا هنا نوع الهيبردزيشن 1 إلكترون 1 أوربتل من ال-S 2 إلكترون من ال-P فيبقى نوع الهيبردزيشن SP2 نروح لل-C2H4 كالعادة أول خطوة هي نقل إلكترون من ال-2S لل-2PZ نقل إلكترون من ال-2S لل-2PZ وبعدين نقل الأوربتل بالكامل يقف هنا كده عشان يبدأ استقبال الأتمز اللي هتعمل كونفيلانت بوند بس هنا اللي بيشارك في البوندنج 1 أوربتل 1 إلكترون اللي في ال-S و-2 إلكترون بأول أوربتل في ال-P فيبقى نوع الهيبردزيشن حصل ب-1 إلكترون من ال-S و-1 إلكترون من ال-P فيبقى نوع الهيبردزيشن هنا SP والتريبل بوند طبعا هي الشكل المميز لل-SP هايبردزيشن أو اتنين دابل بوند يعني ال-SP هايبردزيشن ده ممكن يتكون في CO2 وهتتكرر كتير قدامنا في الأسئلة ال-C بيبقى معاها دابل بوند في الأومن هنا ودابل بوند في الأومن هنا لو حبينا نحسبها N بلاس M هم بيعدوا الاتنين بوندت بير دول على أنهم واحد ومفيش طبعا لون بير في الكربون دايكسايت فتبقى اتنين بوندت بير هي ال-N اللي اتفقنا عليها و مجموعهم يكون اتنين وبالتالي كده يبقى عندنا SP هايبردزيشن قلنا لو المجموع اتنين SP لو المجموع ثلاثة SP2 لو المجموع اربعة SP3 زي CH4 اول اكزامبل اللي كلمنا عليه النهاردة عرفنا نوع الهايبردزيشن عرفنا حصل ازاي وعرفنا البوند انجل في C2H4 البوند انجل موجودة في C2H2 هي 180 لأن الكمباوند بيكون لينير مفيش بوند انجل هي 180 مفيش ريبالشن هي 180 لأن مفيش لون بير اف الكترون يعملوا ريبالشن طيب لو حابين نتكلم عن البروبيتز اوف هايبردزيشن نقول ايه فيه تلاتة بروبيتز مهمين جدا نفهمهم عن الهايبردزيشن ان الهايبردزيشن ما بيتمش الا بعد عملات الـ هي عملية نقل الالكترون من الـ أو من الأوربتال الأقل للأوربتال الأعلى طيب دي العملية بتاعت الـ هيبردزيشن لازم يكون ما بين يعني ننفعش نجيب أوربتال من الـ نعمله هيبردزيشن مع ليه ده في الافل وده في الافل مش قريبين من بعض في الافل خالص رقم ثلاثة يعني الـ هي وان من الـ وثلاثة من الـ ولما بيعملوا هيبردزيشن بيتدلنا أربعة أوربتال هيبردزيشن الهايبردزيشن اللي بيتم بين وان من الـ وطو من الـ بيتدلنا طب بما ان مجموعهم ثلاثة فيبقى ثلاثة هنا ما بين وان من الـ وان من الـ فيبقى اتنين أوربتال اس بي ده بالنسبة للـ وبكده نكون وصلنا اللي هتتكلم عن الموليكلة أو الموليكلة أوربتال في الـ والوجهة النظر. الموليكلة أوربتال ثيوري اعتبرت أن الموليكيل بيعملوا أفرلابين مع بعض عشان يدولنا الموليكيلر أوربتال اللي احنا هنتكلم عليه حالا ايه بها أنواع الموليكيلر أوربتال سيجما موليكيلر أوربتال أو سيجما بوند وباي بوند طب السيجما بوند بتحصل إزاي والباي بوند بتحصل إزاي وإزاي نقدر نعدهم باستخدام لوس ستركشور هنشوف السيجما بوند بتحصل عن طريق الأوربتال هيد تو هيد يعني الأوربتال داخل في أوربتال تاني هيد تو هيد حتى لو بي أوربتال بيدخل في البي أوربتال هيد تو هيد طيب الأوربتال are on the same axis لازم يكونوا هما الاتنين على نفس الأكسز ما ينفعش يكونوا in different axis ولا parallel to each other بنسمي الأوربتال ما بينهم collinear لأنه بيحصل على نفس الأكسز بتكون strong due to great orbital overlapping high electron density الهيد تو هيد overlap بيعمل high electron density فلما الاتنين أوربتال بيعملوا overlap مع بعض بينتج عنهم بوند قوية جدا إنما لو شفنا الباي بوند بتحصل side to side overlap يعني الأوربتال بيبقى واقف كده parallel للأوربتال التاني وبيحصل overlap بينهم side to side بنقول عليهم collateral overlap بتكون weak نتيجة لـ lower electron density طيب نقدر نقدهم ازاي؟ تعالوا نشوف كده لو احنا عندنا compound كله single bond زي كده تعالوا نعد single والdouble ولو عندنا compound في double bond كده نعد فيه كام sigma وكم باي ولو compound في triple bond زي c2 h2 sigma bond هي أول بوند تكونت بين أي اتنين قطر أول بوند تكونت بين أي اتنين قطر الـ pi هي أي بوند تكونت بعد sigma bond يعني أول بوند تكونت ما بين c والh دي هي البوند اللي في النص دي خلاص تبقى دي sigma أول بوند تكونت ما بين c والh دول هي البوند اللي في النص دي تبقى sigma ودي sigma ودي sigma يبقى عندنا في c h4 ده 4 sigma و0 pi طب هنا أول بوند تكونت دي sigma ودي sigma ودي sigma ودي sigma ودي كمان اللي تكونت ما بين الكاربون والكاربون دي sigma طب البوند اللي تكونت بعدهم دي pi يبقى احنا عندنا هنا خمسة سجما وحدة باي طب هنا سجما وهنا سجما اول بوند تكونت ما بين السي والسي اللي في النص دي تبقى سجما طب واللي فوق دي واللي تحت دي يبقوا باي يبقى عندي هنا اتنين باي وعندي تلاتة سجما الجدول اللي قدامنا ده بيوضح لنا او بيلملنا كل الكونسبت اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة الهايبردازيشن والبوند انجل وكمان بيفكرنا بالجزء الخاص بالفاسبر او اللي احنا خدنا المرة اللي فاتت في لسن 2 السي اتش فور والسي تو اتش فور والسي تو اتش تو هم التلاتة كومباوند اللي اتكلمنا عليهم النهاردة السي اتش فور نوع الهايبردازيشن في اس بي ثري يعني اربع اوربيتلز نوعهم اس بي ثري مكونين من وان اوربيتل من الاس وثلاتة اوربيتل من البي السي تو اتش فور نوع الهايبردازيشن في اس بي تو هنا البوند كلها هنا في سنجل ودبل هنا في تريبل الأنجل هنا 109.28 دقيقة أو البوند أنجل هنا 109.5 هتلاقوها في المعاصر 109.5 وهتلاقوها في اكتاب المدرسة 109.28 البوند أنجل هنا في C2H4 120 البوند أنجل في C2H2 180 الشكل في الميثين تيتراهيدرون الشكل في الإثيلين هيبقى هيكون الشكل في الأسيتيلين أو C2H2 هيكون تعالوا نشوف أسئلة كده عشان نعرف إذا كنا هنقدر نأبلاي على الكلام اللي احنا قلناه ولا لا أول سؤال هنبتدي به السؤال رقم 5 ومدلنا الكمباوند اللي اسمه NH3 أو الأمونيا وبيسألني على نوع الهايبردازيشن اللي فيه قلنا نوع الهايبردازيشن بيتحدد بالرول N بلس M إذن إحنا لازم نرسم ال NH3 ونشوف فيه كام لون بير وكام بوند بير فيه تلاتة بوند بير وفيه واحد لون بير فيبقى المجموعة أربعة واربعة دي كانت بتربريزنت الـ SP3 فيبقى الإجابة هنا SP3 هنا بيقول لي مين اللي بيربريزنت باي بوند الباي بوند دي side to side overlap يعني لا يمكن تكون A لأنها head to head ولا يمكن تكون D دول برضو S orbital بيعملوا overlap مع بعضه والS كلهم بيعملوا sigma بوند بس إذن ده الوحيد الباي بوند اللي بيعمل side to side overlap الـ PF3 الـ P central atom معها تلاتة فلورايد بيسألني على البوند أنجل هنا كامل البوند أنجل هنا بتكون 120 ودي لازم تتحفظ على الـ PF3 لأنه مهم بيجي الـ hybridization بتاعه وبيجي البوند أنجل بتاعته وبيجي الـ geometrical shape أو الـ electron arrangement بتاعته أو الـ steel structure نشوف سؤال رقم 14 which of the following represent the hybridization in one of the following molecules and the steel structure of this molecules PE الـ BeCl2 نوع الـ hybridization فيها SB2 وشكلها planar triangle مستحيل لأن هنا الـ BeCl2 ده بيترسم كده فيه اتنين بوندت بير ومفهوش لوم بير فما ينفعش يبقى SP2 لأن N plus M بتاعته equal 2 وده بيطلع لما يكون N plus M تكون equal 3 الـ BeCl2 نوع الـ hybridization SP مصبوط نحن لسه يلين فيه اتنين بوندت بير نوع الـ steel structure بتاعته لينير أكيد لأن مفيش لوم بير فتبقى ديها الإجابة صحة السعر رقم 19 عشان بيعمل misconception للناس كتير هو جاب لي compound شكله كبير قوي وبيقول لي عد عدد السيجما بوند فيه السيجما بوند هي اتفقنا إنها أول بوند تتكون بين أي اتنين أتم موجودين في الـ compound يبا احنا عندنا هنا اتنين اتكونوا مع الـ H وبعدين واحدة ما بين الكاربون والـ H واحدة ما بين الكاربون والكاربون واحدة ما بين الكاربون والـ H وبعدين واحدة ما بين الكاربون والكاربون واثنين ما بين الكاربون والـ H وبعدين واحدة هنا ما بين الكاربون والـ O واحدة هنا ما بين الكاربون والـ O واحدة مع الكاربون والـ O واحدة مع كاربون والكاربون واثنين مع كاربون وهيدروجين واحدة مع كاربون وكاربون واحدة مع كاربون هادروجين وواحدة مع كاربون وكاربون واثنين مع كاربون وهادروجين لما نيجي نجمع الاعداد اللي احنا كتبناها دي هلاقيهم 18 سيجما بوند واللغبطك في السؤال ده انك ما تعدش او ما ترسمش العد سهل والرسم سهل جدا هو رسم الدبل بوند يبقى كول للبوند الباقية سنجل سؤال رقم 20 واخر سؤال ومديني جدول في اركام للسجما وجدول في اركام للباي تعالوا نشوف كده اتنين سجما هنا مع الage واحدة سجما ما بين السي والسي واحدة سجما ما بين السي والسي واثنين ما بين السي والage يبقى مجموعهم هنا 6 يعني الاجابة دي صح والاجابة دي صح واستبعدنا A و C ده عدد السيجما طب فيه كم باي فيه اتنين باي اللي تكونت بعد دي واللي تكونت بعد دي اذا الاجابة هي D مش B بكده تكون خلصت حلقاتنا النهاردة لحد ما شكوا الحلقة الجاية Stay safe